هل كان العالم ينتظر عامين من الحرب ليرى جرائم ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع ضد اليمنيين؟ ربما يبرز هذا السؤال بعض انقلاب على النظام وتقويض مؤسسات الدولة ودفع الجماعة الانقلابية بآلاف الناس إلى محرقة الحرب إما أولئك الذين زجت بهم في صفوفها أو من تمنعهم من مغادرة منازلهم واستخدامهم دروعاً بشرية وبين هذا وذاك تشن الميليشيا حملات اختطافات لمناهضها وحلقات متتالية من جلسات التعذيب التي تنتهي إما بالموت أو الإعاقة عقب كل هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي انتهجت الجماعة الانقلابية طريقة جديدة للجريمة كما حصل في مدينة المخة حيث ذهبت إلى محاصرة العوائل في المنازل واستخدامها دروعاً بشرية ومن فكر بالخروج تعرض لإطلاق النار من فرق القناصة الأمم المتحدة التي كشفت عن أن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعاً بشرية لم تخفي قلقها الشديدة إزاء هذا التطور الخطير وذكر روبرت كولفيل المتحدث باسم الفوضية في جينيف أن المدنيين حصروا وتم استهدافهم خلال القتال في المخة محذراً من مخاوف حقيقية من أن يعيد الوضع نفسه في مدينة الحديدة إلى الشمال من مدينة المخة التي ربما ينتقل إليها القتال قريباً وفي الإطار أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية أن ما يزيد عن ثلاثين ألف شخص فروا من المناطق الساحلية والداخلية غرب محافظة التعز نتيجة اشتداد القتال موسيقى